موسيقى رجعنا لحضراتكم ومعايا الدفين العزيزين اللي أنا بحب دايماً أننا أكون معاهم وفي صحبتهم ونتكلم معاهم عن النهاردة عن إزاي يكون الحب الرشيد وإحنا انتقينا باتنين من مدخلين ممكن نتكلم فيهم عن الحب أولاً نسمحولي أن أنا أرحب بالأستاذ عبد الحميد مرزوق مؤسس إحدى شركات الدعاية والإعلان بس أنا النهاردة أنت معانا باعتبارك أب جديد مبروك على الأستاذ مالك الله يبرك حضرك حضرك ونكلم كمان مع الأستاذة هاجر أسامة المدربة الإيجابية مونت سوري فإحنا بسعداء جداً بإنك حضرتك معانا خلوني أبدأ مع حضراتكم على طول هل الحب في رأيكم ممكن ما يكونش الأثار بتاعته إيجابية إيه رأيك يا أستاذ الحميد ممكن أه بعض الأحيان يعني فيه حب يعني فيه مزايدة كده في الحب ممكن تخلي واحد يتاكل مثلا آه يتاكل يعني يستهلك يستهلك أمتى الحب ممكن يكون بيوصل إنسان لاستهلك يعني فيه مثلا بيقول إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرده تمرده بقى فالواحد يعني على حسب الشخص اللي قدامه أنا ممكن أقعد بدافع الحب أقعد أدي وفي المقابل ألاقي الشخص اللي قدامي مثلا بيستغل لحاجة زي دي ولكن الشخص اللي قدامي ده لو ببدلني نفس الشعور وزي ما أنا بحاول أسعيده هو بحاول يساعدني ساعتها الموضوع يبقى الميزان أو الدنيا موزونة يعني أنت شايف أني من الأمارات اللي تخلينا مركزين في مسألة الاستهلاك أن في حد يتحول إلى شخص ممتص يبقى ممتص للشخص اللي قدامه فيستهلكه صحيح في أمارة تاني ممكن نشوفها لأن الأمارات دي مهمة جدا جدا لأن في ناس بيستمروا في الاستهلاك ده لغاية مدة طويلة يعني في أمثلة بقى زي روميو جوليات مثلا دول ده كان فيه نوع من قناعة المبلغة ولازم فيه اتزان بالعلاق فأنا دلوقتي يعني والستة هو راجل مات حتى نموتها نفسها يعني حاجة حاجة مش طبعية مش موزونة طبعا خلص حاجة مش موزونة أستاذة هاجر أنت بتدربة بالضربة الناس بتدربة الأولاد وبالضربة كمان الساعات الأسر هل بتلاحظي أن الأسر ممكن يمارسوا الحب الاستهلاكي مع أولاده مية في المية مية في المية مية في المية إزاي بقى جملة بسيطة جدا الأم بتستسهل لأنها تقولها لابنها عشان ينفذ اللي هي عايزة لو ما عملتش كزا هاز عال منك أو مش هبقى بحبك أو مش هحبك أو مش هحبك الربط ما بين يعني تصرف السايق للطفل وشخصه دي من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعمل ده يعني الطفل مثلا لو عمل خطأ تمام أنا لما بيجي اتكلم مع طفلي لو اتكلمت معايا على أن خطأ ده يخصه هو أو أنه هو شخصيا خطأ الطفل هيحصل عنده إحساس بالرفض يعني أنا لو عملت لذقت الخطأ بشخصه هو خلاص هو بيحس أن خلاص هو مرفوض بالزبط أنا مرفوض وبالتالي أعمل يعني عشان أبقى مقبول أفضل طول الوقت أسمع كلام ماما فتبقى ماما هي اللي بتبتز ساعتها الطفل على طفل آه وتستهلك وتستهلك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عمل حاجة لطيفة قوت بيأسس لنا فكرة أن إحنا ما نلزقش ما نلزقش الصفة بالزبط أو المعصية بالشخص فقال له لما الصحابة جيه وجلد فقال له ايه اتق الله لا تكون عونا للشيطان عليه إنه ما زال يحب الله ورسوله وهو محب الله ورسوله والمعصية اللي حصلت له دي كانت شيء طارق شيء طارق وشيء عراضي إيه الحاجة ممكن نعملها مع الأهل عشان أنا اسمحيلي ما رسوش اللي بتززر عطفه مع الأطول مع الأهل ولا الأهل يعملوا إيه مع أولادهم نعمل لتنين يعني خلينا نقول نعمل نبتدي بالأهل طبعا الأول خالص الأهل طبعا لازم يتعلم يعني يبقى عندهم وعي في ذاتهم وعي في ذاتهم أنا بأعمل كده أساسا ولا لأ يعني أنا ممكن يجي يقول للأم إحنا لازم هو فيه حدي في الناس بيعمل كده لأ هي يعني مثلا الجملة الشهيرة إحنا منهجنا إحنا مش بنعاقب الأطفال فكل الأميات يردوا نفس الرد طبعا أنا ما بعاقبش ابني فجأ سألها سؤال واحد بتقولي له هزا منك طبعا طبعا بس ما بضربوش فالعقاب بالنسبة لها هو يعني بتتكلم على فكرة معينة من العنف لكن مش العقاب يعني هي بتبقى فيه خلل شوية في إدراك المفاهيم ذي فطبعا هو الحل الوحيد إحنا نعرف طب نعمل إيه مع الأطفال بقى إحنا عايزين أنهم نحسوا إنه إحنا بنحبهم وهم بيعملوا أخطاء نعمل إيه فيه جملة كده مستهلكة جدا الحب الغير مشروط إحنا عايزين نعمل مع أطفالنا الحب الغير مشروط يعني ماما بتحبك طول وقت بس أنا رفض هذا السلوك يعني ماما بتحبك وحتى لو وصلنا إنه إحنا نقول له بس بكره السلوك ده بالضبط لا لازم أقول هذا السلوك غير مقبول غير مقبول ولا بكره لا غير مقبول غير مقبول أنا بحب كلمة غير مقبول عشان من موضوع مش عاطفي يعني هو غير مقبول إحنا بنعملش كبير يعني الضوابط المعايير بتقول إنه دوت ما تنسبش بالضبط ده مش مناسب سواء كنا أقول له دوت إنه كان معصية أو سواء كنا أقول له إنه دوت مش مناسب للأعراف و للعيش سيد عبد الحميد هل أنت فكرت أن أنت عندنا السيد مالك دلوقتي إزاي بتفكر إزاي عتوصلوا إلى مفهوم الحب الرشيد أنا لسه يعني لسه يعني لسه الموضوع يعني أنا قاعد بفكر في الموضوع الحقيقة وشاه الهم لأن التربية بصفة عامة بقت حاجة هسألك طب سؤال أنت شاه الهم و لأن الحب دلوقتي بقى مكلف في الحياة اللي إحنا فيها ولا شاه الهمه عشان توصله إلى الحب الحقيقي أنت شاه الهم أنت تعلموا الحب ليه يعني أنا أظن مفهوم الحب بقى مغلوط دلوقتي أيها يعني إحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي بنقول إن إن في أهالي مثلا هو كأب هو عايز تطلع ابنه يعني متكهرت نعم واخد الموضوع يعني أعرف ما يدحكش عليه يعني يعني هو عايز يطلع لو ما بيسموه بالمسطلح كده الباد بوي باد بوي في الزبط عايزه يطلع باد بوي هو بيعمل كده بدفع الحب هو شايف إن ده اللي هيساعده إن هو يمشي في حالته ده اللي هيساعده إن هو يبقى عنده قوة يستطيع إن هو يمجع الأحداث المختلفة اللي هي في غالب تبقى صعب بس هل في الحقيقة في وقع الأمر ده تكلمنا عن الحب وأنا برضو ما بحبش فكرة إن الحب قوة الحب مدد إن الحب ده تهبى من الله سبحانه وتعالى تخلي الإنسان يستطيع إن هو يعيش بشكل مختلف تماماً عن باقي الناس فيبقى هو مركز لمحبة الناس ولذلك إيه اللي حصل خل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحب يدل على الصلة اللي بينه وبين حضرة النبي والصلة اللي بينه وبين الله فيإيه اللي يحصل لا يقوموا أحدكم حتى أكون أحبة إليه من ماله وولده ونفسه التي بيننا جباية وفي رؤية من ماله وولده من والده وولده ونفسه التي بيننا جباية فالحب قوة حب قوة بس منش القوة اللي احنا عرفينها مش الباور لأنا بحب يسميه الحب مدد الحب حياة فلذلك ممكن دائرة مش ضعف لأننا دلوقتي الرائج إن الحب ضعف ده 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 اللي كل ناس بتتكلمه الضعف ده هو الحب الغير متزد طب ليه الحب يعمل ضعف لما يكون إيه المدخل السيء الذي يفسد الحب أول حاجة الابتزاز عدم إدراك الحقوق يعني أنا أبقى أنا الأم دايما أقول الأم هي بالنسبة لطفلها هي الآخر فالأم بتبقى بتفرض في إعطاء الحب ظنًا منها نهي كده تحمي ابنها وتدي له كل الحنان والعطاء وكلام خلينا أسألك سؤال يبدو شوية مش بريء هي الأم بتعمل كده وهي أصدق أنها تصل إلى تملك طفلها بنسبة كبيرة ويمش وغد بالها طب هي بتعمل كده ليه جزء منها بتشعر أن الطفل جزء منها حلو أول معنى دوت أنها بتعتبر أن طفلها جزء منها فما ينفعش أن حد تاني يشاركها بجزء منها بالضبط للأسف ده طبعا تصور خاطئ جدا يعني أنا لما أجيب طفل لازم بقى عندي قناعة أن الطفل دوت هو للحياة لنفسه للحياة فأنا بعمل دوري هو فقط دوري ما ليش جعب النتائج يعني أنا دوري هو أني أربي هذا الطفل أنا سبب من أسباب أن الطفل ده يتروعه كويس أنا أقول لحضرتك مشكلة كده عندي في الاستشارات وأنا وبدرب الناس برضو بيبقى فيه مشكلة أن يفهم الشخص اللي بيحب أن أنا ما أكونش حياة كل اللي أنا بحبه لأنني لو بقيت حياة كل اللي بحبه طب أنت لو كنت الأم في حياة كل حياة ابنك طب هو إذا كان هو ولد أو بنت أو حتى بنت هتتعلم إزاي أن فيه حد يحميها وتتعلم إزاي التعامل مع الجنس الآخر اللي هو اللي هو بيكون رمزه وأبوها فإزاي نقدر نخرج أو نوصل هذا نوصل الأم يعني نخرج الأم من هذه المنطقة الخطر ونوصلها إلى المنطقة الحسنة والأب برضو أهم حياة سوي الأب بيبقى أقل شوية خطراً على الأطفال من الأم الله يبرد في حدك لأن أنا كنت هايزة أقول كده بس أخبت وقلت إيه يعني تيجي من ده أنا عزيزة شعورة بيبقى على الأم حكة تقول لنا اللي هو ابني وأنا حرّة فيه أبو الظبط أبو الظبط لكن الأب شوية بيبقى عشان بحكم أنه هو الاختلاف ما بين الرجل و المرأة هي أكثر عطفة يعني لازم أخد بيني من كام حاجة مهمة جداً أنا بتعمل مع ابني أولاً أن أنا النموذج للآخر مش أمه النموذج للآخر يعني إيه يعني أنا المجتمع كلام تصعب على الأمات شوية شوية عارفة والله بس إحنا بنحول كده بس إنتي اللي قلتين أنا اللي قلت لا أنا ولم أحضر لك لأنه في الحقيقة الكلام اللي حالك بتقوليه ده هو ده كلام الأساسي اللي حتى عنفهم منه حديث الرسول الله عليه وسلم فكرة أرأيتم هذه المرأة مرقية ولدها هي المسألة مسألة إيه؟ أن الطفل بيتعرف على الكون اللي هو الآخر من خلال مامته فمامته هي زي ما يقولوا كده الشاشة الكبرى التي يتعرف فيها على الحياة حلو جداً لو هي تازنت بالزبط طيب نعمل إيه أنا أقول لأم خطوات بقى نمشي عليها بالزبط يعني مثلاً مثال صغير جداً لو أنا عندي تلاتة أربع أولاد وأنا موجودة وباباهم جاب شوكولات تمام؟ فلي بيحصل الأم بتعمل إيه؟ بتوزع شوكولاتها على الأبنات وتنسى نفسها تمام؟ بعدين لو هي لها ناصبها يجي واحد منهم يقولوا ما أنا عايز بقت ماما حاجتها مستباحة كان زمان النايب تدي النايب لأولادها وهي ما تاخدش النايب هي متتصورة كده إن هي بتقوم بدرج بدرج سامي خيار بتعلمه من الحب تضحية إنني أتنازل طول وقت عن كل حاجة فبالتالي إيه النموذج اللي بيبقى في دماغ الطفل؟ وحب التضحية داته هو اللي بيحاول يشير إليه الأستاذ عبد الحميد لما قال إن الاستهلاك يتحول هو إلى إنسان مستهلك مستهلك عشان يرضي الآخر وبالتالي هو ده إما يحب أو يطلع إنسان آسي عشان ما يستهلكش عشان يحمي نفسه وهو الاتنين دول فعلاً هما واجهين لعملة واحدة لكن الاتزام إن طفلي بقى فاهم أنا ماما لها حقوق ماما لها عليها واجبات ماما مش كل الدنيا والأمي لازم تبقى فاهمة برضو إن الإبن هو اللازم يلوك قدر على الاختيار لازم يختار أشياء أنا قدر أقول للأمهات كده و أنا بحب إن أنا أقول لهم كده كذلك ابنك مش كل الدنيا بالضبط ابنك طبعاً ابنك مش كل الدنيا لأن الحقيقة الدنيا لو كل الدنيا ابنك فأنت مش هتقدر تقولينه شيء نافع لي لأن حياتك هتبقى صغيرة على قده بس لكن لازم ابنك يكون جزء من الدنيا ولازم تضيفي إليه هو أنا ممكن أقول أنا متخلق أمهات قاعدين سمعين الكلام ده أو معلشه والكلام يعني مش متخلق أمه ممكن تستقر بحاجة زي لا والله بي مش هتقدر تستحمله مش هتقدر تستحمله بس أنا ممكن أقول حاجة الكلام موزون جداً فعلاً و أنا يعني موزون زيادة عن اللزوح لا وحاسس بي وحاسس بي يعني مالك دلوقتي شهرين ونص نصلاً تلات شهور وفي الفترة دي أنا أنا حسيت بكلام اللي حضراتكم بتقوله دلوقتي بس أنا مش متخلق أنا روح أقول لي زوجتي طيب أنا ممكن أقول لك بما أني مالك لسه تلات شهور مثال صغير مثال صغير يوضح وجهة نظري أنا دلوقتي عندي طفل عنده تلات شهور أربع شهور وعايز قدامه اللعبة عايز يخدها فالأم بتعمل يبتجري جاري تدهيله لكن الصح أن أنا أسيبه هو اللي يروح للعبة طيب أنا ليه بعمل كده عشان ما يتحولش إلى إنسان كسيح القدرات ومش بس كده أنا كأم الهدف في أنا أنه هو يتربى يتعلم فهي أنه عضلات عضلات هتنم جسمه هيكبر هيروح ياخد الشيء بنفسه يعتمد عنه الوعي الصغير ده هو اللي بيفرق ما بين أم عايزة رايح ابني وأم عايزة ربي ابني بالضبط طيب نصيحة 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 يعني في الحطة دي أم برأح نازل مشوار فهي هو نام في العربية وإحنا كنا خارجي رحيل المشوار المفروض أن نعط فيه ساعة أو نصف ساعتين فهو نام وصلنا لمكان فرح ببصلي كده طب هو نام أنزل ممكن يصحق في اللي تعالى ساعتين في العربية علشان ما يصحاش بس ده حاجة كويسة مشواش ده صح لأن الأطفال في السن أعفين ميزان لحد الثلاث سنين هو محتاج ماما بشكل كبير جدا يعني بعضة حال على الأمهات كده أقول لها معلش أول ثلاث سنين في حياة طفلك مهم جدا وجودك مش عشانك قد عشانه إحنا خلينا بقى نتكلم بقى أنه يبدو يبدو أن المسألة مش تخلص مسألة صويلة أو كديرة جدا بس خليونا أقول لكم شوية حاجات كده إحنا لو عايزين نلخص المحبة المتزنة بتكون إيه أمارة الحب هو التضحين طبعا والاستهلاك لكن أمارة الحب أربع حاجات الأمان أول حاجة الأمان لازم أنا إذا كنت بحب حد أغفر له الأمان أمان يعني إيه لما يكون هو في خطر يلاقيني وفي فرق ما بين يكون في خطر وأنه يكون بمارس حياته العادية لأنه لو هو في خطر لو هو في خطر بمعنى أنه حاجة بيجربها أو حاجة ما ما تعودش عليها فالمفروض هي روح يعملها لا لازم يروح يعملها ليه لازم يروح يعملها لأنه في الحقيقة هو لازم يعيش ولازم يتحرك ولازم يتعرف على الحياة عشان يبقى واثق عشان يبقى واثق من نفسه وعشان كمان يقدر يطلع قدراته لأن القدرات بتتبني مع الحركة دايما نقول كده للناس أن القدرات بتتبني مع حركة الإنسان مفيش قدرة بتتبني وأنا قاعد كده في مكاني كده مرتاح وبفكر يعني ابنها مش هيتفرج برضو فيه حاجات المخطئة إن إحنا لو بنحب حد نريحه يعني إيه نريحه؟ ما نخلهش يوم بدور أخدمه فكده أنا بلغي مش بأحبه وإزايك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما إن قيمة المرء بما يحسنه وإن الإنسان لازم يتحرك ويعمل أعمال وقليل دائم خيره من كثيره من قطعة لازم أنا أعلمه إنه هو يتعامل ده يبقى أول حاجة عدم الاستهلاك الحب الرشيد مفوش واحد بيستهلكه وإحنا شفنا مثلا حتى في إطار الإخوة في إطار الأهل تجد مثلا أخ بيبلع أخوه بيبلع أخوه بيمتصه وبيأخذ منه باعتبار إن أنا حبيبك وإن أنا أخوك لا إحنا لازم يبقى مسألة عدم الاستهلاك في كل العلاقات اللي إحنا تحت عنوان الحب يبقى الحب الحقيقة وإن أنا أأمن إن أنا أهتم واهتم ليس معناه أن أكون بديلا والحالة الثالثة إن أنا أحترم وليس معنا الاحترام أن أضخمه وإحنا دلوقتي نتكلم كل حاجة بنتكلم في ميزان روش حتى إن أنا مش أضخمه لكن أعمل إيه؟ مسألة ببسيطة إن أنا لو أنا بحبه يبقى مش أضخمه عامل إيه؟ أحترم حضرة النبي يقول إن نبني هذا أو الأطفاله إن نبني هذا سيد ويصدح الله فيه بين طائفتين لكن في نفسي دلوقتي بيعاملوا على إنه طفل يعني كان بيعاملوا إنه يقعدوا عليك ويقبلوا فيعملوا إحنا بقى عندنا في الأطفال نعمل إيه؟ قولوا إنت خلاص كفرت لا تعيط ولا تعمل فبندمر الولد لأنه إيه؟ إحنا فاكري إن إحنا لما نكبره هيكبر لا هو هيكبر بقدراته الحاجة الرابعة كمان اللي هي بتبقى مكان فكرة الحب التضحية التأدير إنه لما يعمل حاجة أكفقه بس أكفقه مكافأة معتدلة ما تبقىش مكافأة إيه؟ هو راح عامل حاجة فجيبت له طيارة جيبت له عربية طب هو ده اللي بيحصل مع الأولاد فيحسوا بعد كده إنه هم يتولد عندهم شرح مبكر أنا بسميش شرح المبكر إنه إنت لما تدي له جواز كبيرة يحصل له شرح مبكر ويحصل له إيه؟ عنف وانف مثلا لازم أصبر كمان في العلاقات بقى في الحب لو في حب عشان الحب ده يتبقى رشيد لازم أصبر علاقات في ناس سريعين القطع للعلاقات حاضر تنابي ما يحبش كده يقول لك إيه؟ حتى في الجواز دلوقتي يعملوا إيه؟ يتجوزوا مع بعض يجربوا إيه إذا احنا مع بعض كان مضرحناش مع بعض وهو ده أحد أسباب دي من الأسباب الخفية في كتر نسب الطلاق يبقى إحنا لو بتحب صحيح أصبر وما تسترعش في الطلاق وده مهم كده يا مولانا بقى مع الأطفال يعني الأطفال الأخوات دايما نقول الأم هو هيتكوني حكمة بينهم ليه؟ علشان هما الاثنين يعرفوا إزاي يصلحوا علاقتهم ويبقوا أحسن فلما يحصل مشكلة بينهم هما لازم يتفهموا هما لازم يلاقوا الحال طبعا لأنه في الحقيقة لو ما لقوهش الحال حل هتبقى مشكلة بعد كده أنه هيتعود أن دي مشكلة ما لهاش حل ويبدأ يتراكم به ويبدأ طول وقت يلجأ لآخر كمان أنا كمان مش فاهم أن فيه حب عاطفي ويبقى فيه حب حقيق وفيه تسول هاتش يروح يتسول يعني إيه اللي حاصل يعني أنا ما بحبش أن الزوجة تهيه بتكلم زوجها بتقوله طب قول لي أي حاجة هو لو كد لا ما ينفعش نقول الكلام ده إحنا عندنا بلاش التسول العاطفي لكن إيه اللي حاصل لكن هي تقعد معه وتفاهمه أنه إحنا الاثنين محتاجين بعض إحنا محتاجين كلام حلو كمان كمان الأطفال ما نخليش الطفل في بعض الأحيان لما الأم تعاقب الطفل وبتعاقبه غير رشيد بيتخليها تسول منها عاطفية تقوله طب خديني جنبك وانا مش هتكلم تاني ومش هعمل كده ويفضل يتسول الولد ومن أهم أشكال التسول عاطف اللي تخلي الناس تفهم كده التسول الإلكتروني اللي بيتسول اللايك واللي بتسول مش جه ده نوع من أنواة تسول عاطفية نظرك الآخرين كمان عدم الإفراط في التعلق أنا ما مقدرش أعيش يحصل له بانك لما حبيبه يبعد عنه أو طفل يبعد عنه أو كده لا ده مش رشد في مسألة العلاق آخر حاجة ممكن نقولها ونختم بيها في الكلام عن مسألة الرشد في مسألة المحبة إن احنا لازم نقلل التوجع عند الفقد لإن قلة التوجع عند الفقد دي بتخلي الحب مش مكلف عندنا وتخلي الحب مش مرة لكن تخلي الحب كل مرة لإن حتى لو فقدنا فإن نفقش الحبيبي الأجل سبحانه وتعالى ونفضل مع مولانا نحب سبحانه وتعالى ويحبنا ونفضل في مدده وبركته وخيره أنا شاكر لحضراتكم أنا حقيقة يعني يعني بهجة شديدة جدا جدا ومبلغكم محبة الرشيدة يعني أنا شاكر جدا لأستاذ عبد الحميد مرزوق على اللي هو شرفنا وبركنا وإن شاء الله ربنا يجعله من أفضل الأباء اللي يعلموا أولادهم المحبة ويبارك لك في مقلك إن شاء الله شكرا أستاذ عبد الرسامة دايما سعادة فضل وطبا سعادة نور شكرا لحضرتكم سادة هنطلع لفاصل ثم نعود لنستقبل أسئلاتكم المباركة ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر